انتقدت رابطة الفنادق السياحية في كربلاء السياسة الاقتصادية في المحافظة لسيما بعد تسكين الزوار بشكل عشوائي في مخيمات نصبت في الحدائق والشوارع وفتح المدارس والجوامع إلى جانب تقديم معظم الخدمات مجانا وهذا يؤثر على استثمار السياحة بشكل سلبي فيما أكد أصحاب الفنادق أن ذلك أدى إلى خفض أسعار السكن في فنادقهم إلى جانب الخطر الأمني الذي يصاحب هذا الأمر كما يرى معنيون أعداد الزوار لا تسكن الفنادق كان تسكن في البيوت وتسكن في المدارس نرى الأسعار نزلت وأكو فنادق هذه زيارة بالخصوص لا نسكن الزوار لحد الآن الناحية الأمنية هي أكثر ضررا من نواحي المادية لأن التسكين العشوائي ليس هناك انضباط في الأمور الأمنية الحكومة المحلية أكدت أن فنادق كربلاء لا يمكن أن تستوعب الأعداد المليونية التي تشارك في إحياء زيارة الأربعين الأمر الذي دفعها إلى فتح المدارس والجوامع لسكن الزوار بالإضافة إلى قيام مجامعة طوعية بالاتفاق مع الأهالي على تخصيص 250 دار في المناطق القريبة من المدينة كأماكن لإيواء الزائرين يجب أن نحافظ على اقتصاد كربلاء وأصحاب الفنادق لهم الحق ولكن حسب اعتقادنا واتصالنا مع الفنادق أنها تم حج أغلب وأعظم الفنادق مما اضطرنا إلى أن نفتح المدارس والساحات والمتنزهات في المقابل الزائرون أكدوا ارتفاع أسعار الفنادق لعدة أضعاف خلال المناسبات المليونية وهذا ما جعلهم يبحثون عن بدائل بأسعار أنسب وربما الوضع الاقتصادي المتواضع لأغلب الزائرين دفعهم إلى سكن المجاني أو تأجير المنازل خلال فترة الزيارة الملاحظة بس على الأسعار الفنادق وما الفنادق في أيام المواسم تتجاوز الأربع أضعاف أو خمس أضعاف فما أدري أستغرب الاستغلال في مواسم الزيارات هذه ارتفاع أسعار الفنادق دفعنا إلى إيجار منازل قريبة من مركز المدينة وهي تستوعب أعداد كبيرة تتجاوز الخمسين شخص في المنزل الواحد وفي الوقت الذي يتسابق فيه المواطنون لخدمة الزائرين دعا مختصون الجهات الحكومية إلى وضع خطط متكاملة لاستثمار الزيارات المليونية في دعم اقتصاد البلد وتطوير البنى التحتية للمدن السياحية من كربلاء ميثم الجناحي الحرة اشتركوا في القناة